وعن غزة يواصل أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال جلساتها التي انطلقت اليوم مفاوضات مكثفة بشأن قرار ترعه الدول العربية لتحفيز توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة ووقف القتل كان المجلس قد حدد موعدا للتصويت في وقت متأخر أمس لكن تم تأجيل حتى اليوم لمحاولة إقناع الولايات المتحدة بدعم القرار وعدم استخدام حق النقد الفيتو اشتركوا في القناة